مرحبا بكم أعزائي الطالب في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط درسنا اليوم اليونت الخامس الدرس الثالث عنوان الدرس حل المعاني موجود بصفحة 49 من كتاب الطالب صفحة 70 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجي الفيسبوك على استاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط كذلك يتم نشهد صور المزمة عبر بيجي الفيسبوك على استاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية أما ماكن بيع المزمة موضحين في الرابط الموجود اسفل الفيديو في الوصف نبدأ بالدرس بصفحة 49 من كتاب الطالب مكتوب أعلى الصفحة Working out meanings حل المعاني أسفلها مكتوب read the reading tip اقرأ ملاحظة القراءة هنا يطلب من أني أني أقرأ مني ثلاث ملاحظات المتعلقة بالقواميس Dictionaries معناها قواميس هنا لدينا الملاحظات بالبداية رح نقراها قراءة شفوية بشكل بسيط وبعدها رح نشرح كل ملاحظة وشلون تيجين بالامتحان التحريري فهنانا عندي ثلاث ملاحظات من الممكن أن يجنب الامتحان فنحاول نقراها نفهمها ونعرف شلون تيجين بالامتحان وشلون نقدر نحلها نحن نحتاج القواميس لكي نجد معاني الكلمات ونتفقد أملاءها الصحية تذكر هنا أنا يقول لي تذكر أني أمور الثلاثة أو القواعد الثلاثة لما تقرأ قاموس جميع الكلمات في القواميس أو في القاموس مرتبة ترتيب أبجدي لكي تجد الكلمة بسرعة عليك أن تعرف الترتيب الأبجدي للكلمات أو الحروف بشكل جيد جدا طبعا هنانا منطين المثال هنانا نشاط صفي من الذي يمكنه ترتيب الكلمات أدناه في الصندوق بالترتيب الأبجدي أسرع يعني هنانا نصير مسابقة بين الطلاب يا هو اللي يقدر يرتب ترتيب أبجدي أسرع هنانا يعني مثلا أنا دا أريد أدور على كلمة بوك ركزوا إياي بوك معناها كتاب لما أريد أفتح القاموس وأعرف معنى كلمة بوك رح ألقى أن القاموس بي آلاف الكلمات لانا اروح بسرعة للكلمة اللي أريدها اللي هي كلمة بوك هنا أنا أول شي لازم أعرف أنه القاموس مرتب ترتيب أبجدي الترتيب الأبجدي يعني أنا رح أروح على حرف البي لأن بدأت الكلمة اللي أنا أريدها بحرف البي فأروح على حرف البي رح ألقى همي أن كل شهوا كلمات تبدأ بحرف البي جزء قد يكون 150 كلمة إذن أنا همي إني ريدة بسرعة لانا اروح أدور على كلمة بوك وألقاها بسرعة أروح على ثاني حرف ال-B ورا حرف ال-O أروح على الكلمات اللي بيها بي ومن ثم O وهكذا أقنب أروح على ثالث حرف وراها أروح على رابع حرف عن المود ألقى الكلمة بسرعة أحسن ما أظل أدور بالقاموس بدون أن أعرف أن الترتيب الأبجد للكلمات إحنا حافظين الترتيب الأبجد للحروف A, B, C, D إلى آخره لحد الزت فإذا حافظين الترتيب الأبجد للحروف نقدر نلقى الكلمات بسهولة الآن سنجي نجاوب على هذا السؤال من يقدر نرتب الترتيب الأبجدي لهذه الكلمات عندي باس حافلة باق حقيبة بوك كتاب بوي ولد بايسيكل دراجة هوائية بلو أزرق برايت مشع بوت لكن بوك صندوق بلت حزام بلد يبني بتر أفضل من طين ذلك الكلمات كلهم إذا تلاحظين تبدأ بحرف ال-B زيني أستاذاني شون أرتبها ترتيب أبجدي إذا كلهم بنفس الحرف يبدن إذا أدي أكثر من كلمة تبدأ بنفس الحرف أروح وين على الحرف الثاني يا كلمة من ذن الكلمات حرفها الثاني يسبق الكلمات الأخرى كلمة باق إذن أول كلمة أخليها بالترتيب الأبجدي هي كلمة باق ليش؟ لأن كل الكلمات تبدأ بي إذن ما رح أقدر أرتبها على أساس حرف ال-B أروح على الحرف الثاني اللي هو حرف ال-A فأول كلمة تبدأ بحرف ال-A اللي هي باق بعد اللي بعدها بالترتيب الأبجدي يا كلمة من ذن الكلمات اللي منطنيها بالصندوق أجي أدور أكو كلمة الحرفها الآخر B دورت ما لقيت C دورت ما لقيت D دورت ما لقيت E أكو كلمة حرفها الثاني حرف ال-E نعم أدي كلمة بتر وعدي كلمة بلت زين أستاذ هنا أنا أهمنا يا هي اللي أخليها أول شي أروح عليها من على الحرف الثالث يا كلمة من ذن الكلمتين اللي تسبق الأخرى أجي هنا أنا حرف ال-L وهنا أنا حرف ال-T يا هل أسبق ال-L وال-T حرف ال-L إذن أخلي ثاني كلمة كلمة بلت وهكذا ومن ثم أدي بتر ومن ثم الكلمات الأخرى بعد حرف ال-E حرف ال-F ما عندي كلمة حرفها الثاني حرف ال-F G كذلك ما كو H كذلك ما كو I نعم أدي كلمة بايسيكل فأخلي كلمة بايسيكل وهكذا مع البقية إذن أنا أعرفت أرتب الترتيب الأبجدي لهذه الكلمات فرح أرتبها رح يكون ترتيبها كالتالي إذن أستاذ التقليل تجيني بالامتحان بسؤال القواعد إذن أنا شون رح تجيني يجيب لي ذني كلمات يجيب لي مجموعة من الكلمات ويقول لي put in alphabetical order أرتب هذه الكلمات بالترتيب الأبجدي فأنا لازم حافظ الحروف الإنجليزية بالترتيب وبالتالي أرتب الكلمات اللي منطنياها حسب الترتيب الأبجدي إذا أكثر من كلمة تشابها بنفس الحرف أروح على الحرف الثاني وإذا تشابها أروح على الحرف الثالث وهكذا أشوف ياهو الأسبق وأرتبها على أساسه فإذا هنا صار الترتيب بالتالي bag, belt, better, bicycle, blue, book, box, boy شوفوا لاحظة ذنة ثلاث كلمات ثلاثة بها b وراها o b وراها o b وراها o هنا بهذه الحالة على شنو أعتمد على الحرف الثالث ال-o هو الأسبق ومن ثم ال-x ومن ثم ال-y ومن ثم البقية إذن عرفت إشانا أرتب الترتيب الأبجدي للكلمات النقطة الثانية يقول it is also important to know the meaning of the abbreviations below كذلك من المهم أن نتعرف على معاني الإختصارات أدنى عندي حرف ال-n ركز ويايا حاول تحفظون معاني أو اختصارات الكلمات هذه أولا عندي n حرف ال-n هو اختصار لكلمة noun noun معناها اسم حاول تحفظ ويايا عندي ال-v مختصر لكلمة verb verb تعني فعل نحن نعرف الأسماء والأفعال بعد شوية إن شاء الله راح نفصل أو نتفصل بشكل أكبر عن أجزاء الكلام ونعرف شن الفرق بين الاسم والفعل أدي ال-adj ركز ويايا هي مختصر علم ال-adjectives adjective معناها صفة إذن ال-adj هي مختصر ل-adjective adv ركز ويايا adv هي مختصر ل-adverb adverb يعني ظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان أو ظرف حال pron هذي مختصر لشنو مختصر لكلمة pronoun pronoun معناها ومير بعد أدي كلمة pre-prep مختصر لpreposition preposition معناها حرف جر والأخيرة c-o-n-j هذه مختصر لconjection معناها أداة ربط أو أدوات الربط زين عرفنا الكلمات المتعلقة بهذه الاختصارات طبعا ذنني يجب حفظ إملاءها كذلك بعد قليل راح نوضح شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها بعدها شي يقول لي يقول لي work out what the abbreviations mean قم بحل ما تعني هذه الاختصارات عرفنا لكل الاختصار والكلمة المتعلقة به مثل ما طلب من عندي يعني هذه راح يطلبها الأستاذ بداخل الصف ثم وجد مثال لكل كلمة في المثال عندنا يعني هنا يقول لي مثلا the black horse run fast كل كلمة من ذن كلمات شنو موقعها عسيم ظروف فعيل إلى آخره مثلا هنا the article article اللي هي أداة التعريف والblack صفة adjective horse حصان هذا اسم run ركضة هذا فعل فعل ماضي fast بسرعة هذا adverb ظروف حال soul conjunction أداة ربط it ظمير pronoun won فازة فعل the article بس ما منطيني اللي هي أداة التعريف الرئيس السباق هذا اسم بسهولة هذا ظروف بعد قليل كذلك رح نوضح شلون نقدر نعرف كل كلمة من هاي الكلمات شنو تعتبر ضمير لو حرف جر لو أداة ربط لو اسم لو فعل إلى آخره بعدها الملاحظة الثالثة a word can have more than one meaning الكلمة من الممكن أن تحمل أكثر من معنى and you will find all of them in the dictionary وسوف تجدها جميعها في القاموس it is important to choose the correct meaning من الأفضل أن تختار المعنى للكلمة هنالا شون يعني يعني بعض الكلمات تحمل أكثر من معنى يعني مثلا إذا تعرفون كلمة play play احنا كل اللي نعرفها معناها يلعب هاي ما أخذيها سابقا لكن بالقاموس راح تلقى كل شواء معاني لكلمة play مثل شنو مثل مسرحية تجيب معنى مسرحية تجيب معنى يشغل إلى آخره إذن عندي أكثر من معنى لكلمة play فهنان راح يمطيني كلمات لها أكثر من معنى انتبه لهاي الكلمات اللي راح يمطينيها لأنها كذلك من الممكن تجيني بالامتحان أولا عندي كلمة bank bank معناها احنا نعرفها مصرف أو bank كاسم معناها مصرف لكن من الممكن أن تجيني كفعل فرح نميز بيناتهم أولا يقول لي a place where you keep money مكان تضع فيه أموالك إذن هذا المكان اللي أضع فيه أموالي هو البنك المصرف إذن هنا معناها مصرف زين a piece of ground higher than ground around قطعة من الأرض أعلى من الأرضية المحيطة هذه إذن هنا صار لها معنى ثاني اللي معناها أرض مرتفعة أو تلة a piece of ground next to a river قطعة من الأرض مجاورة للنهر إذن هنا معناها ضفة ضفة النهر وهكذا a piece of ground usually sand or rock in the sea قطعة من الأرض مجاورة للبحر رملية أو صخرية near above the top of the water بالقرب من الماء أو أعلى الماء هذي هنا شن معناها معناها ساحل وهكذا إذن لها أكثر من معنى كلمة bank لها أكثر من معنى زين بعد هاي إذا جتني كاسم من الممكن أن تجيني كفعل to keep money in or put money into a bank أن تحافظ أو تحفظ أموالك أو تضعها في البنك إحنا نسميها يودع الأموال وديعة إذن بكلمة bank كفعل تجيب معنا يودع to turn a plane left or right أن تقوم بتدوير الطائرة يسارا ويمينا إذن هنا معناها يستدير وهكذا إذن هنا أكثر من معنى لكلمة bank كاسم وكفعل إذا نستاذت تقيلة مهم شلون يجينا بالامتحان حيث يجيك بهاي الطريقة يجيك بسؤال الإسقاطات يقول لك فراغ is a place where you keep money فراغ هو مكان تضع فيه أموالك شن الكلمة المناسبة للفراغ وكلمة bank ينطيك إياها بأعلى السؤال أسقطها بالفراغ المناسب إذن من الممكن أن تجينها على شكل إسقاطات أو يقول لك فراغ to keep money in or put money into a bank فراغ هو أن تضع أموالك في المصرف شن الكلمة المناسبة للفراغ كلمة bank وهكذا إذن هذا الموضوع من الممكن أن يجينا بالامتحان التحريري على شكل إسقاطات بعدها اثنان شي يقول لي يقول لي he sat on a grassy bank and put his feet in the water هنا منطين مجموعة من الأمثلة باستخدام كلمة bank يقول لك كلمة bank بكل مثال من ذن الأمثلة من a إلى d شن هي noun low verb اسم له فعل خلنا نشوف he sat on a grassy bank هو جلس على ضفة عشبية and put his feet in the water ووضع قدميه في الماء شوفوا هنا كلمة bank ما جدت معناها مصرف وإنما جدت معناها ضفة ضفة النهر هنا عرفنا أن كلمة bank ليست مصرف وإنما ضفة من خلال سياق الحديث the plane banked شوفوا هنا ضافة لها ed يعني هنا شنو يعني فعل إذن الطائرة الطائرة شنو الفعل المناسب لها شنو المعنى المناسب لكلمة banked معناها هنا استدارت the plane banked to the left الطائرة استدارت إلى اليسار as it got near the airport عندما اقتربت من المطار فهنا عرفنا أن banked معناها استدارت وليست ضفة أو bank مصرف إلى آخره he wanted to see better أراد أن يرى بشكل أوضح he walked to the top of the bank لذلك ذهب إلى أعلى البنك هنا البنك مو المصرف هنا معناها التلة أو الضفة she banks her money twice a week هي شوف هنا خلالها أس الشخص الثالث إذن هذه فعل هي تودع أموالها مرتيا في الأسبوع إذن هنا معناها يودع فعل معناها يودع فعرفنا الكلمات اللي استخدمها أو كلمة bank هي نفسية تستخدمها بأكثر من معنى وخلال سياق الحديث عرفنا أن الأولى noun اسم معناها ضفة والثانية verb فعل معناها استدارة والثالثة كذلك noun اسم معناها تلة والرابعة verb فعل معناها يودع إذن مثل ما طلب من عندي أنه عرفت معنا كلمة bank واستخدامها بعد ما انتهينا من الصفحة متعلقة بكتاب الطالب الآن ننتقل للصيغ اللي ممكن تجيني بها هذه الملاحظات بالامتحان هنا توجد أدة صيغ لهذه الملاحظات في الامتحان وسنعرضها كل على حلة أولا نجعل الملاحظة الأولى وهنا المتعلقة بالترتيب الأبجدي تأتي في الامتحان على شكل كلمات متفرقة ويطلب من الطالب ترتيبها بالترتيب الأبجدي كما في المثال التالي شوف هنا منطيني dog cat alligator donkey أدة كلمات وش قال لي بين قوسين قال لي put in the alphabetical order شين معناها put in the alphabetical order معناها رتب بالترتيب الأبجدي هايحفظها الصيغة لأنه ممكن تجيك بالامتحان بسؤال القواعد أجي أستاذ طاهش قال قال أول شي أروح الحرف الأول أبدأ أستعرض حرف اللغة الإنجليزية بالترتيب وأي كلمة تبدي بهذا الحرف اللي أنا وصلت له أخليها أول شي يعني مثلا حرف الأي أكو كلمة تبدي بحرف الأي نعم عدي كلمة alligator alligator معناها تمساح أخلي alligator أول كلمة بعدها أكو كلمة تبدي بحرف البي دورت ماليقيت وراها حرف السي أكو كلمة تبدي بحرف السي نعم أستاذ كلمة كات أخلي كلمة كات وراها أكو كلمة تبدي بحرف الد دورت نعم أستاذ لقيت هناك كلمتين بهذا الحالة شا سوي ماذا قالنا؟ قلنا ذا لقيت كلمتين تبدي بنفس الحرف أروح أنتقل على الحرف الثاني ألاحظ هنا أنا O وهنا أنا O أستاذ هنا أنا هم الكلمتين بهين حرف الأو أنتقل للحرف الثالث أعدي حرف جي وحرف الان ما هو الأسبق بالترتيب الأبجدي للحروف؟ حرف G إذن أخلي dog ومن ثم أخلي donkey وهكذا ومن ثم أكو كلمة تبدأ بحرف E دورت ما لقيت أكو كلمة تبدأ بحرف F دورت ما لقيت وهكذا G ماكو H I J K L نعم لقيت كلمة تبدأ بحرف L اللي هي كلمة Lion رتبت الكلمات بالترتيب الأبجدي إذن مثل ما طلب من عندي أني رتب الكلمات بالترتيب الأبجدي رتبتها حسب حفظي إلما للترتيب الأبجدي للحروف ABCD إلى آخره هل سأعرفنا هذه الملاحظة الأولى شون تجيني بالامتحان وشون نقدر أجاوب عنها الآن ننتقل للملاحظة الثانية المتعلقة بالاختصارات تأتي في الامتحان على شكل جملة قصيرة ويوضع خط تحت كلمة معينة ويطلب من الطالب تحديد نوع الكلمة إذا كانت اسم فعل أو صفة شون يعني أستاذ ما افتهمت يعني مثلا يجيب بالامتحان The man was tired شي يقول لي؟ يقول لي part of speech part of speech هاي حفظها معناها جزء الكلام أو أجزاء الكلام هذه الكلمة تابع لي جزء من أجزاء الكلام هذه اسم فعل صفة ظروف إلى آخرين أجي The man الرجل was كان tired تعبان كلمة tired اللي هي تعبان شنو تعتبر؟ تعتبر صفة صفة منتهية بإيدي إذن أقول هاي تعتبر صفة إذن الصفة شنو رمزها؟ adjective أو أقدر اختصرها a-dj اثنين هاتين أكتبهم على مدأضمن الدرجة إذن أستاذ أنا شنو معرفني هاي الكلمة تابعا يا جزء من أجزاء الكلام؟ إذن أنا إذا تحفظون هذا الجدول رح تضبطون هذا الموضوع أولا أسماء مثل شنو أستاذ أسماء؟ سواء كانت أسماء عاقلة ملاحظة مهمة الأسماء تشهم الجميع الأسماء العاقل أو الغير عاقل مثلا من رجل هذا عاقل girl فتاة عاقل chair كرسي هذا غير عاقل dog كلب أجلكم الله غير عاقل وهكذا shop إلى آخره إذن كلمات تدلي على الأسماء زين الفعل قد يكون فعل مساعدة أو قد يكون فعل رئيسي الأفعال المساعدة نحن نحن نفضيها is, are, am, was, where, do, does إلى آخره الأفعال الرئيسية هاي اللي نحولها للماضي اللي نضيفي لها ed اللي نضيفي لها ing اللي نضيفي لها اس الشخص الثالث مثلا was, go, visit, put, walk إلى آخره يذهب, يزور, يضع, يمشي إلى آخره زين الصفات شنستاذ الصفات هي المعاكسات إذا تذكرون نحن دائما ناخذ معاكسات بكل مرحلة المعاكسات هي الصفات كل معاكسة أنا حافظها هي من الصفات مثلا beautiful جميل عاكس أقلي قبيح new جديد عاكس أولد قديم cheap رخيص عاكس expensive غالي وهكذا hard قوي عاكسه soft أو تجي بمعنى صعب عاكسه easy وهكذا ذلك كلمات كلهم تعتبر صفات كل المعاكسات تعتبر صفات هي ومعاكساتها زين الضمير ضمار عندنا هواي عنواع مثلا ضمار الفاعل he, she, it, they, we, you, I إلى آخره نسميها ضمير أو قد تكون ضمير مفعول به me, us, him, her إلى آخره أو قد تكون تملك mine, ours, his, your إلى آخره ذلك كلمات نسميها ضمار حروف الجر كذا عليك معروفة ال in ال on ال at ال off ال above ال under إلى آخره ذلك ما أخذيهم بالسادسة تتعاية أما الربط and but or when so ذلك نستخدمهن للربط بين جملتين زين عرفنا الملاحظة الثانية المتعلقة بالاختصارات شلون تجيين بالامتحان هاي تجيك بسؤال القواعد بهاي الطريقة أكد صيغة ثانية أستاذ نعم أكد صيغة ثانية هسا رح نجينا أعرضها قبل ما أنتقل للصيغة الثانية هاي تجيك بسؤال القواعد مثلا قد تجي بالامتحان يقول لي man كلمة man شل تعتبر يا جزء من أجزاء الكلام عنا أعرف أنه كلمة man هي اسم فأقول له an أو أقول له بين قوسيا noun noun معناها اسم على مد أميز أنه هذا جزء من أجزاء الكلام أما بالصيغة الثانية ممكن تجييني بهاي الطريقة بسؤال ما تقول لي يقول لي مثلا a, d, j هي مختصر مال adjective زين c, o, n, j مختصر مال شنو ذكرنا سابقا أن c, o, n, j هي مختصر مال conjunction اللي هي أدوات الربط أو يجيب لي واحدة ثانية يقول لي كمثال an مختصر مال noun زين ال, a, d, j مختصر مال شنو لازم تعرف أن ال, a, d, j هي مختصر مال adjective adjective يعني صفة وهكذا إذن من الممكن تجييني بالامتحان بهذه الصيغة زين الملاحظة الثالثة المتعلقة بمعاني كلمات تأتي في الامتحان على شكل اسقاطات هذه وضحتها أثناء شرح لكتاب الطالب شي يقول لي أو اختيارات كما في جمع الموضحة في كتاب الطالب وهي كالتالي كمثال يقول لي فراغ is a place where you keep your money فراغ مكان تضع فيه أموالك وينطيني الكلمة المناسبة للفراغ أعلى تسمرين أسقطها أو يجب ليها على شكل اختيارات شوفه هنا منطيني bank لو banked أنا أعرف أن المكان الذي نضع فيه أموالنا هو اسم ما يصير أخلي لأمو الإيدي لأن المو الإيدي هي فعل فالاختيار الأمثل هي كلمة bank إذا نختار هذا كل ما يخص كتاب الطالب الملاحظات الثلاثة اللي منطيني إياها أعرفنا شون تجينا بالامتحان شلون نجاوب عنها وعرفنا الملاحظات المتعلقة بيها حاولوا تكتبون هذه الملاحظات بالدفتر لأنهم مهمة جدا ورح أتفيدكم بالامتحان التحريري الآن ننتقل إلى كتاب النشاط write the words in the correct column أكتب الكلمات بالحقل الصحيح أجي منطيني مجموعة من الكلمات يدربني أكثر بعد عليهم ويقول لي إذا إشي اعتبرهم conjunction عرفنا أن conjunction معناها أدوات ربط وأدي prepositions معناها حروف جر وأدي كلمة pronoun معناها ضمير أو ضمائر زين هاي الكلمة كلمة above بيها حق اللي تخليها above معناها أعلى هذه الكلمة تعتبر من حروف جر فأخليها بحروف جر above مع الحقل الخاص بحروف جر across across معناها عبر تابع لها حقل تابع لحقل حروف جر across بعد أدي كلمة and and تربط بين جملتين أداة ربط إذا نخليها بحقل أدوات الربط at على هذا من حروف جر إذا نقول at but لكن كذلك هذه من أدوات الربط أخليها بحقل أدوات الربط him هذا من حقل الضمار in من حروف جر أخليها مع حروف جر me من ضمار مفعول به أخليها مع حقل الضمار or من أدوات الربط أخليها مع أدوات الربط she من الضمار الضمار الفاعل soul من أدوات الربط أخليها بحق الأدوات الربط وهكذا them من ضمار مفعول به أخليها مع الضمار under من حروف الجر. خليها مع حق الحروف الجر. وين من ادوات الربط. اخليها مع ادوات الربط. طبعا هنا طالب يسأل يقول استاذ الوين مو معناها متى? هذي مو اداة سؤال. نعم الوين تجيب معنا متى? وتجيب معنا عندما. اهنان معناها عندما. وتستخدم للربط بين جملتين. بعد عند اليو اللي هو ضمير. اخليه مع حق للضمار. ضمير فاعل. هذا كل ما يخص تمرين اي? هذا التمرين كذلك احفظوه بالحفظ احفظوه مع التمرين اللي انا نطيتك اياه. وخليتك تكتبه بالدفتر. اللي متعلق بالضمائر. ادوات الربط. الاسماء. الاخري. لان كذلك هذين الكلمات رح يفيد انك. الان ننتقل الى التمرين الرقم الثنين. read the sentences. اقرأ الجمل التالية. what part of speech is each word. اي جزء من اجزاء الكلام. كل كلمة. من كلمات المعطات. write abbreviation. اكتب الاختصار. شوف هنا منطيني جملة. مثلا. put your book. on my desk. ضع كتابك على طاولتي. يقول لي كل كلمة من ذن الكلمات. تابع لي جزء من اجزاء الكلام اللي اخذتهم بالجدول. شوف هنا. put. ضع. هذا فعل. يا كلمة من ذن الكلمات تعتبر من الافعال. حرف ال v. v معناها verb. يعني فعل. your. your ضمير. شن الاختصار المناسب للضمير. pronoun. فاخلي له. p-r-o-n. book. كتاب. هذا اسم. شن الاختصار المناسب له. noun. الان. وهكذا. on. عن حرف جر. شن الاختصار المناسب له. p-r-e-p. preposition. وهكذا. my. الماي. ماي ضمير. شن الاختصار المناسب له. pronoun. اخلي. p-r-o-n. وهكذا. طبعا لا تنسونا النقطة لأن النقطة تريد على الاختصار. desk. الطاولة. اسم. شن الاختصار المناسب له. الان. هذا يريد يخليني أحفظ الكلمات واختصاراتها. لأن مهم جدا بالامتحان التحريري. بعد. I was tired. so I walked home slowly. كنت تعبان. لذلك سرت إلى البيت ببطء. إلى I. هنا شن تعتبر. تعتبر ضمير. pronoun. فاخلي p-r-o-n. was. فعل. شن الاختصار المناسب له. v. فاخلي v. verb. tired. تعبان. بأن هذا تعتبر صفر. adj. adjective. وهكذا. so. أداة الربط. شن الاختصار المناسب له. conjunction. فاخلي c-o-n. j. ال-I. ضمير. شن الاختصار المناسب له. p-r-o-n. وهكذا. الوقت. هذا يعتبر فعل. سرته. الماضي ما الوقت يسير. إذن. verb. يعني فعل. home. البيت. هذا اسم. أخلي ال-N. اللي هو الاسم. slowly. ببطء. هذي ظرف. فأخلي. adv. اللي هي مختصر مع ال-adverb. وهكذا. طبعا هذا التمرين. تمرين. مهم جدا. قبل دقائق قلت لكم هاي الاختصارات. تجيكم بالامتحان. بسؤال القواعد. يجيب لي جملة. ويجر لي خط جوا كلمة معينة. يطلب من عندي أني أعرف جزء الكلام المتعلق بهذه الكلمة. فمثلا يجي لي بالامتحان هاي الجملة. ويجر لي خط جوا كلمة وقت. يقول لك هذا شن جزء الكلام. لازم تعرف أن جزء الكلام هذا يعتبر v. verb. تكتب لها v. وتكتب لها verb. على متثبت للمدرس أنه أنت مفتهم الموضوع. وتعرف أن v. هي مختصر مع ال-verb. فإحنا أنا من الممكن أن يجيب لي أي جملة من ذن الجمل. ويجر لي خط جوا كلمة معينة. ويطلب من عندي جزء الكلام معلتها. أستاذ هم من الممكن أن يجيب لي الجملة ويقول لي كل الكلمات أعرف أجزاء الكلام معلتها؟ أنه صعبة تجيك بهذه الطريقة. لأن يكون تقسيم الدرجة صعب. فهنا لازم يقول لك كلمة أو كلمتين بالزايد. يقول لك هاي كلمة مثلا وهاي كلمة. هاي كلمة لازم نعرف أنه هذه adjective صفة. فلازم أعرف كل كلمة من ذن الكلمات بالجمل اللي منطيني إياها. جزء الكلام المتعلق بيها. وشون تجي لي بالامتحان وشون أجاوب عنها. الآن ننتقل النقطة الثالثة بهذا التمرين. سامي زي نيو موتر بايك جوز فاست. دراجة سامي الجديدة تمشي بسرعة أو تسير بسرعة. هنا نجي سامي. شي اعتبر؟ يعتبر اسم. فأقول له أن. مختصر ما النعون. نيو. نيو معناها جديد. هاي صفة. فأقول له adjective. مختصرها أي دي جي. موتر بايك. دراجة هوائية أو دراجة نارية. هاي شتعتبر؟ تعتبر اسم. فأقول له نعون. goes. تذهب أو تسير. هذا الفعل. أخلي له v. verb. فاست بسرعة. هذه ظرف. أي دي ذي. مختصر ما لآدفرب. معناها ظرف. إذن هذه تعتبر ظرف. هذا كل ما يخص تمرين رقم ثلاثة. مثل ما وضحنا تمرين مهم جدا. من الممكن أن يجيب لي أحد الجملة المتعلقة بالتمرين. ويجر لي خط جوه مثلا كلمة موتور بايك. أو يجر لي خط جوه كلمة فاست. ويقول لي انطيني جزء الكلام المتعلق بهذه الكلمة. الحلول أمامكم. حاولوا تحفظوها. لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. الآن ننتقل إلى تمرين رقم ثلاثة. read the example. اقرأ المثال. and learn how to work out the meaning. وتعلم كيف تحل المعنى. what is chesterfield. ماذا تعني كلمة chesterfield. tick ضع صح the possible meaning in each example. ضع صح على المعاني المحتملة لكل مثال من الأمثلة المعطاعة. شوف هنا شخص يقول we have a chesterfield. نحن لدينا chesterfield. أنا ما أعرف شونا معنى كلمة chesterfield. فهنا منطيني ثلاثة اختيارات. لازم أعرف هاي chesterfield ناسب يا كلمة من ذلك كلمات. a kind of cat. نوع من القطط. أنا بعدني ما أعرف هاي الكلمة. إذن يقول له ممكن يكون نوع من القطط. a kind of plant. نوع من النبات. من الممكن يكون نوع من النبات. بعدني أنا ما أعرفها. a piece of furniture. قطعة من الأثاث. كذلك من الممكن أن تكون قطعة من الأثاث. أنا أريد أعرف معنى الكلمة هذا الخطأ هذا كلام. خلنا نجي نشوف رجل مثال الثاني. يقول له we have a green chesterfield. لدينا chesterfield أخضر. هنا بدأت تظهر ملامح معنى الكلمة. مثلا. a kind of cat. ما عندنا قطة خضراء. إذن هذه ما تناسبها. إذن اختيار الأول كان خاطئ. بعد. a kind of plant. نوع من النبات. من الممكن أن يكون نبات لونها أخضر. إذن هاي صح عليها. a piece of furniture. قطعة من الأثاث. من الممكن أن يكون قطعة الأثاث لونها أخضر. شوف هنا أنا قلصت الاحتمالات. بالمثال الثالث وضح لي أكثر معنى كلمة chesterfield. إذن قال. we have a green chesterfield. لدينا chesterfield أخضر. that is very comfortable to sit on. وهو جدا مريح لتجلوس عليه. إذن هنا أنا بما أنه قل لي to sit on تجلس عليه. عرفنا أن هذه الكلمة هي piece of furniture. قطعة من الأثاث. شوف هنا أنا من خلال المثال أنا عرفت كلمة chesterfield. اللي أنا أصلا ما كنت أعرفها. طبعا كلمة chesterfield معناها sofa. اللي هي الأريكة اللي يجلس عليها الشخص. إذن من خلال هذا المعاني الثلاثة. عرفت كلمة chesterfield. هذا المثال الأخير مهم جدا. من الممكن أن يجيني مثل ما هو بسؤال الاختيارات. يقول لي we have green chesterfield that is very comfortable to sit on. لدينا chesterfield أخضر. وهو مريح لتجلوس عليه. شن الاختيار المناسب لكلمة chesterfield. شن معناها؟ a piece of furniture. قطعة من الأثاث. إذن على التمرين الثالث. تمرين. فقط النقطة الثالثة مهمة به. لن يمكن أن يجيني بسؤال مفردات. الآن ننتقل إلى تمرين رقم أربعة. read each sentence. اقرأ كل جملة. and tick. وضع صح. the word or phrase that means the same as the underlined word. وضع خط تحت الكلمة التي تعطي نفس المعنى. يقول لي. نورا was depressed. نورا كانت محبطة. because her best friend. لأن صديقتها المفضلة. was in hospital. كانت في المستشفى. هذه كلمة depressed. شن الكلمة التي تعطي نفس المعنى. قلنا. depressed معناها محبطة. happy سعيدة. غير مناسبة. sad حزينة. نعم هذا اختيار مناسب. excited تشعر بالإثارة. غير مناسبة. إذن الكلمة الأمثل لكلمة depressed. أو اللي تعطي نفس المعنى أو معنى قريب إلها. هي كلمة sad. number two. أو حرب B. Jamil was speechless. نبيل كان عاجز عن الكلام. when he saw what was in the box. عندما رأى ما في الصندوق. شوف هنا يقول لي كلمة speechless. عاجز عن الكلام. شن الكلمة المناسبة لها. not able to talk. غير قادر على الكلام. نعم هذا أكثر خيار مناسب. happy سعيد غير مناسب. angry غاضب غير مناسب. Nadia is cautious girl. Nadia فتاة حذرة. she always looks left and right before she crossing the street. دائما تنظر يسارا ويمينا قبل أن تعبر الطريق. شن معنى كلمة cautious. cautious معناها حذر. أو شن الكلمة المناسبة لها. tidy مرتب غير مناسبة. careful حذر. نعم هذا أكثر خيار مناسب. lazy كسور غير مناسب. mona was very very apologetic. mona كانت تشعر بالأسف. when she broke my science project. عندما كسرت مشروع العلوم خاصتي. شن الكلمة المناسبة لكلمة apologetic. تشعر بالأسف. careful حذرة غير مناسبة. excited تشعر بالأثارة. كذلك غير مناسبة. sorry آسفة نعم. كانت تشعر بالأسف يعني آسفة. هذا التمرين. تمرين مهم جدا جدا جدا. بالامتحان التحريري. زينستاذ شون يجينا بالامتحان. أما يجيك مثل ما هو. ينطيني الجمل. ويجر لي خط جوا ذلك كلمات. ويقول لي شون المعنى المناسبة لها. أو من الممكن يجينا على شكل إملاء. شي يقول لي. ركزوا إياي لأنها يصيغة شوية. يراد لها حفظ إملاء الكلمات. مثلا يقول لي. depressed. depressed معناها محبط. احنا نعرف حفظناها. depressed. يناسبها. sad. زين. apologetic. شي ناسبها. لازم تعرف أن apologetic. يناسبها. sorry. وهنا نترى بدير بالك. ما راح ينطيك اختيارات. لازم أنت كلمة sorry تكتبها كما هي. لذلك ذنك كلمات اللي راح ينجر جواهن خط. ذنك يجب حفظ إملاءهن. وليس فقط معناهن. إملاءهن بالإضافة للكلمات اللي هو أصلا جار جواهن خط. تجيك بالامتحان بسؤال الإملاء بهذه الطريقة. أو تجيك بسؤال مفردات على شكل اختيارات بهذه الطريقة. هذا كل ما يخص درسني لهذا اليوم. لاحظنا أنه درس غني بالمعلومات. بكل شوية معلومات مهمة. ثلاث ملاحظات. كل ذنك ثلاث ملاحظات. تجيك بالامتحان التحريري كل واحدة بصيغتها. تعرفنا على صيغ مالتها. تعرفنا شون نتعامل وياها وشلون نقدر نحل الأمثلة المتعلقة بها. كذلك لاحظنا أنه كتاب النشاط بكل شوية تمارين مهمة. كل تقريبا معظم التمارين. تمارين مهمة. وممكن تجيك بالامتحان التحريري بسؤال الإملاء أو بسؤال المفردات أو بسؤال القواعد مثل ما وضحنا. حاولوا تكتبوهم بالدفتر وتحفظوهم لأن هذا الدرس تقريبا أهم درس موجود بالليونة الخامس لأن بكل شوية معلومات مهمة. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. شارك الحلقة مع أصدقائك على متواصل الأكبر عدد من الطلاب. اشتركوا في القناة